خير صبايا كل عامو انتو بخير العيد على الابواد اكيد اكتر الصبايا رح يحضروا المعمول او الكعك بزيت والقراس بعجوة والكربيج رح اقلكن انا الطريقة بشكل عام والمكونات الاساسية لنجاح المعمول كل كيلو انا ما رح احددلك اطحين قطو لانو تقدري تعملي اطحين قطو الطحين الابيض تخلطيه مع طحين فرخة يطلع معك كعكو معمول تقدري طحين فرخة مع سميد بس تكون 3-4 كمية الطحين فرخة والربع كمية سميد تقدري تعملي طحين فرخة مع طحين قطو بتريدي طحين قطو مع سميد بس الطحين القطو ده تكون اكبر من كمية سميد في مننه السميد فقط هذا كله زوج شخصي انا اعطيكي مكونات اساسية كل كيلو خليط دا اقول خليط انا انت اختاري اللي بدك ياه كل كيلو خليط بياكل معك 450 جرام سمن كمان الدسم رح اتركلك حريت الاختيار الاطيب هو السمن الحيواني انت لكي الخيار باختيار السمن النباتي او تضربي زيت مع سمن رح اقلي المكونات الاساسية انا دايما الطحين القدته في اسمه معمول سريع يعني بتعمليه بتخلطيه اول شي بتبسيه بالدسم بهالطريقة مثل الرمل بعدين بتحطي السائل بعدين بتريحيه شي ساعتين وبعد ساعتين بتشتغليه بس هاي ملاحظة كتير قوية بدي انبهها لالكن كل شي طحين فرخة وسميد بحاجة لراحة 24 ساعة يعني دايما بتسيه المسا الدسم فقط بدون وضع السوائل بتبسي الدسم اول شي بتخلطي النواشف كله بعدين بتبسي الدسم بهالطريقة مثل الرمل وبعدين تتركيه لتاني يوم تاني يوم بتحطي السائل كل كيلو خليط بيحتاج من 3-4 كاسة ماء بالكتير كاسة ماء فقط الكاسة اللي عم بتعيري فيها انتي ما فيه اشكال ابدا بعد ما بتحطي السائل وبتردميه وبتلميه وبتلميه لم وكبس في منن بيديروه على الماكينه ما فيه اشكال بعدين بتشكليه بتريحيه شي ساعة وبعدين بتباشري بعملية التشكيل بتريحي نصف ساعة زمان فقط وبعدين شوي بالرف الوسط طيب انا حطيت اشي هنن النواشف النواشف هي رشة ملح الكيلو بده خمس معالق سكر بتقدري تزيلية معلقة تصير 6 معالق ما فيه اشكال وبتقدري تقلل تمام؟ السكر رشة ملح لتعديل الطعم بيكن بودر بنصحك بلى الخميرة لانه الخميرة عبتخرب الشكل وسدقيني عم بيطلع عم بيهرهر بدون زيادة اي خميرة حطي معلقة بيكن بودر فقط معلقة صغيرة ممسوحة بيطلع معك فعلا معمول بياخد العقل طيب انا حطيت النواشف فيه حركة بسيطة منقول عنا النفس الطيب انا بحط دايما سمن عربي نيب ما بقدحوا عن نار مشان يبقى هالطعم اللذيذ فيه طبعا لا تنسي المحلب فيه ناس عندهم المحلب ضروري بالكعك ضروري عندهم يا بالمعمول هذا زوء شخصي انا هلا فرجيتك الشقفة بس الشقفة السمن العربي هلا لانه انا بسيته قبل ما تشوفيني بسيته وفركته مثل الرمل بهالطريقة تمام؟ طيب انا هلا راح اجيب السمن بقدحه اذا بدك تعملي كعكب زيت نفس الشي نفس الطريقة اللي بقلك بس بتستعملي نص زيت مازولا ونص زيت زيتون او تلترباع زيت مازولا وربع زيت زيتون انا هيك بسوي لانه زيت الزيتون ابط يعني تقيل انا ادحت السمن ايش معناته ادح السمن يعني حطيته عن نار مجرد ماساح وعطه هيك اول دخنة بتطفي عليه شوفي شلون نحطه فوق الدسم شوفي شلون عطاكي فوران تمام؟ انا بحركه بالمعلقة لانه سخن بها الطريقة وبتركه لتاني يوم تاني يوم بحط السائل انا هلا بس يبرد رح افركه مزبوط بايدي مثل الرمل وبعدين بغطيه وبريحه لتاني نهار انا حطه هون الطحين قطوه مع طحين فرخة بها الطريقة شوفي ما احلا بكرا بقى بجوز ياكل معي نص كاسة بجوز ثلاثة ارباع كاسة في منهم بحطوا حليب ما في مانع سائل حليب بدك طعمة ميت الجبنة حطي معلقة لبن كبيرة تعطيكي مزت ميت الجبنة اذا ما موجودة عندك هاي الحركة من مدام دلال فعلا بتاخد العقل اللبن معلقة وحدة بس للخليط هاي هي العجينة شوفي ما احلاها اهلا وسهلا فيك صبي شكرا 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 شكرا